دكتور اليوم وجه سمو الأمير إلى حوار وطني مع السلطة التشريعية والتنفيذية يعني كيف تقرأ هذا التوجيه السامي وانعكاسه على المشهد السياسي؟ هذا إنجاز في حدات الأمانة يعني هذه خطوة كبيرة جدا وصاحب السمو الأمير في الكويت تعرف هو أبو رئيس السلطات كلها صاحب السمو الأمير مشرع في نفس الوقت وأيضا قائد السلطة التنفيذية ولا القضاء يحكم بإسمه وبالتالي هو الحقيقة قائد هذا البلد أنا على يقين أن هذه الدعوة الكريمة جاءت من شخص كريم ينبغي أن تقابل بكل ترحاب وحرص على إنجاحها نعم عندنا مشكلة وعندنا أزمة منذ بداية دور الإنعقاد الحالي وهذه العزمة تمثلت بالمماحكات وإلى آخره ويعني عدم تمكين الحكومة من حضور الجلسات وإلى آخره اليوم هذه دعوة الأمير قائد هذه المسيرة على الجميع أن يأتي ويجلس حول طاولة ويشوف تنهي الخلافات أسبابها والعمل على حالي ليس فقط البرلمان مخطئ قد يكون من الجانب الآخر وبالتالي الأمير محايد في هذا الموضوع وهو والد الجميع وهو الذي يريد لهذه المسيرة الديمقراطية العقلانية أن تستمر لذلك نتمنى بالفعل أن يلتغ الجميع ويطرحوا كل ما في خاطرهم دون مزايدات ودون تكسب وإنما من أجل مستقبل هذا البلد الكويتيين ونقول أخواننا خاصة بأعضاء البرلمان الكويتيين يشعرون بالضيق أن الكويت متوقفة والبعض يقول تتراجع والآخرين يتقدمون نريد بالفعل أن الكويت تعود وتكون تاج الخليج حروس الخليج المتقدمة التي كانت هي قدوة الآخرين نريدها تستمر إن شاء الله وتواصل مسيرتها لكن بتعاون السلطات الدستور هو المادة خمسين منه يقوم على فصل السلطات مع تعاونها وعدم تنازل أي منها عن سلطاتها للأخوة هل هذه دكتور رسالة أو دعوة للتفاؤل؟ نعم هذه دعوة صاحب السمو في حداتها هي لإنهاء أي خلاف يعني اليوم عندما تلتقي هذه السلطات تطرح تساؤلاتها ما هو تحفظكم أنتم يا لخوة في البرلمان خاصة لمتقدم موقف معارض مثلا وما هو موقف السلطة التنفيذية من هذه المطالب وكيف نصل إلى حل وننهي هذه المشكلة؟ نعم في بعض المتاعب مثل قضايا الأحكام القضائية اللي حصلت للبعض وقضايا الحفو وإلى آخره هل هو شامل هل هو خاص؟ أنا دائما أقول اتركوا الأمر صاحب السمو صدقوني هو صاحب القرار وهو أحن قلب على مواطني وبالتالي لا يمكن أن يقبل منه الكويتين يعيشوا مشردين أو يعني في أماكن أخرى نعم القضاء حكم والقضاء ينبغي أن يحترم حكمه لكن العفو عن صاحب السمو وإن شاء الله أنه نعم بإذن الله بإذن الله